الملياردير إيلون ماسك يتحدى هذه المرة التحدي ليس عن استرجاع الصاروخ من الفضاء إلى الأرض سالما بل عن السفر إلى أسوأ موقع في العالم يمثل خطرا إشعاعيا والأكل فيه أولئك الذين يعتقدون أن هناك خطرا إشعاعيا اختاروا أسوأ موقع سأسفر إلى هناك وأتناول طعاما مزروعا محليا على التلفاز قد يبدو تحدي الرئيس التنفيذي لتسلا ضربا من الجنون فهو ينفي التقارير والدراسات ورأي الخبراء الذي يحذر من خطر الإشعاعات النووية في حال حدوث تسريب في المفاعلات أو حاويات النفايات النووية والذي يتسبب بأضرار جسيمة على البيئة والإنسان التي قد تستمر لسنوات خاصة في ظل القتال الذي يجري بمحيط محطات نووية في أوكرانيا على تويتر إيلون ماسك بدأ سلسلة تغريداته بالدفاع الشرس على الطاقة النووية ودعا أوروبا إلى ضرورة زيادة إنتاجها واعتبرها مسألة تخص الأمن العالمي بل وذهب إلى أبعد من ذلك وقال بعد مدة قليلة من كارثة فوكوشيما ذهبت إلى اليابان وأكلت هناك إن خطر الإشعاعات أقل بكثير مما يعتقد معظم الناس ادعاءات ماسك التي لم تستند على أدلة علمية وارتكزت على تجربة شخصية لم تثبت صحتها بعد لاقت انتقادات واسعة لكن بعض الدراسات ومنها تقرير نشر عام 2013 للجنة الأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري قد تؤكد ما يحاول ألون ماسك إثباته وهو أن خطر الإنبعاثات الكربونية على البيئة والصحة المستمر منذ عقود هو أعلى بكثير من تأثير حصول تسريب من محطة نووية مكرم حناوي العربية